شاهدين الكرام تحية طيبة لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم من جديد بحلقة جديدة من برنامج رأي مواطن بعد انقطاع دام لفترة وذلك بسبب انشغال كادر برنامج رأي مواطن بافتتاح وكالة الداعي نيوز الداعي نيوز وكالة إخبارية عراقية ناطقة بالعربية تهتم بالشأن المحلي والعربي والإقليمي وكذلك الدولي مقرها الرئيسي في بغداد وكوادرها منتشرة بأغلب محافظات العراق الداعي نيوز تهدف إلى إشاعة مفاهيم الحياة والحرية والديمقراطية وقبول الآخر والانفتاح على العالم ودعم التعايش السلمي بين أبناء المعمورة كافة الداعي نيوز ستكون إن شاء الله صوت الحقيقة ونقل هذه الحقيقة بكل حيادية وبأدق تفاصيلها من غير تزييف ومن غير تحريف ومن غير انحيازي أي جهة ما مشاهدين الكرام نتمنى أن يتابعونا على وكالة الداعي نيوز عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والموجودة روابطها أسفل الشاشة أمامكم مثل ما عودناكم مشاهدين الكرام أن نتناول بكل حلقة من حلقات برنامج رأي مواطن موضوع معين أو مشكلة معينة واليوم الموضوع اللي رح نتناوله والمشكلة اللي رح نتناولها مشكلة خطيرة جداً باتت تهدد المجتمع العراقي وخصوصاً شريحة الشباب مشكلتنا اليوم هي على الانتحار سمعتم مشاهدين الكرام بالآونة الأخيرة حدثت أكثر من حالة انتحار بالعراق اليوم نريد نعرف شنو أسباب هذا الانتحار ليش بالآونة الأخيرة حدثت هذه الحالات كل هذا رح نعرفه من خلال استطلاعنا الآراء المواطنين في الحلقة الساسة من برنامج رأي مواطن نلتقي بالعائلة الكريمة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بالآونة الأخيرة سمعنا هواي من حالات الانتحار اللي حثت ببغداد وباقي المحافظات بالعراق برأيكم شنو هي أسبابها؟ والله هي نتيجة التراكمات للوضع الحالي السياسة الخاطئة في البلد نتيجة منهج خاطئة في عدم استيعاب للمجتمع المجتمعي يأوي إلى اتجاه غير معروف نتيجة سلبيات كثيرة في هذا البلد يجب احتواء الشباب تلبية متطلباتهم في الحياة هل رأيك المجتمع همهل دور بدفع الشاب إلى الانتحار؟ والله هو المجتمع ضحية لهذه السياسة في هذا البلد يعني مو المجتمع المجتمع هو خلق أو انعكاس للسياسة نتاج للسياسة هذا البلد فنحن نؤمل في وضع المسار الصحيح والاتجاه الصحيح لهذا المجتمع أهوائس من الشاب تسألها يقوله كان يليني ينتحر لين بطاله وما عنده شغل وقاعد بإيجار هذا الشي صحيح يعني؟ لا والله هو هذا مو سبب يعني لازم الإنسان هم يعني مو يعتمد كل الاعتماد على الغير يعني هم رأيت؟ والله هي مثل ما قال ابني بس هي نتيجة الضغوط ومعاناة الفرد قبل هذا سألت بوقتكم شون تكون حالات انتحار؟ قليلة يعني هسا شاعت بحيث يعني انتشرت بشكل يمكن تقريد يعني شون واحد يسمع انه هذا خلص من الحياة يقول لك خلق سويانها ما أتأخلص من الحياة هذي فجائزة تكون قوي ضغوط فردية يعني معاناة الأهل يعني ضغوط الأهل معاناة يعني الضغوطات اللي يتواجه الأبن من قبل الأهل هل هي سبب اللي يندفع للانتحار؟ أحيانا تكون أو أحيانا تكون يعني الإنسان يوصل إلى حد يعني ما يتحمل الشغن يريد يتخلص من هذه المشاكل والعبئ فيتجه لهذا رأيك حال هذا؟ لا هذا مو يعني مو حل يعني يوم لو واجهته بالطريق أو بجسر معين أحد الأشخاص اللي ينتحر شو راح تنصحوه؟ أكيد راح ناخذ بالأسلوب الليين نفتح للمجالات الحياة شون نفتح لأمور قدامه نوخر السلبيات اللي أمامه نهدئ الوضع يمكن يكون يعني أفضل رسالة توجهها خير شي قد يكون هناك من يشاهدنا الإنوي الانتحر شو تتوجه للرسالة؟ والله نقول إن شاء الله المستقبل أفضل اتجه إلى الله إن شاء الله مسارك أوضح يكون إليك تتخذ خيارات صائبة أكثر إنت وراك جهاز عائلة أخ صديق كلهم يهتمون إلى شأنك إن شاء الله يعني الوضع يتحسن أفضل وتتخذ القرار الصائب نشكركم حالات الانتحار وخصوصا اللي حثت بالآونة الأخيرة شون رأيك بها؟ نعم للأسف يعني يكون تزايد في ظاهرات الانتحار خاصة على صعيد الشباب وشابات في الآونة الأخيرة أكو أسباب عديدة تقف وراء هاي الأمور يعني مشاكل اجتماعية مشاكل اجتماعية يعني تكون شخص بحيث ما يقدر يتجاوزه يعني تكون ضاغطة على حياته مثلا مشاكل الشرف مشاكل أخلاقية اجتماعية تكون ذات أبعاد يعني قاسية على الشخص يعني يدفعهم للأسف الانتحار وهذا سلوك خاطئ يعني من عدهم البعض تكون عدهم أسباب نفسية يعني أسباب نفسية خالصة أنه تدعوهم الانتحار مثل الاكتئاب الشديد مرض الاكتئاب هو أحد أسباب الانتحار هذه الأمراض أيضا هم تعود نتيجتها هي الأوضاع اللي تلقاه هذا نعم الأوضاع المجتمعية اللي يعيشها الشخص والظروف النفسية الداخلية برأيك اللي ينتحر نقدر نقول عليهم عنده يعاني من حالة نفسية أيضا لو مشارط نعم البعض يعانون من اضطرابات ذهانية يعني يتأثر على حالتهم العقلية واضطرابات مثل الاكتئاب يعني ينتحرون يعني ينتحرون ما يقدرون أني مثلا يتكيفون ويال الحالة اللي عندهم أو يتوجهون لطبيب كي يحلها مشكلة من مسألة هذه شون الحلول اللي ينوجهها للمجتمع حتى تنعالج هاي القضية يعني الحلول حسب الأسباب الأسباب النفسية يعني المفروض الشخص يتوجه إلى طبيب نفسي وما بها شيء هذا يعني اختصاص طبي يعني معترف بيه يقدم للمشهورة الطبية وكذلك الدواء الدواء كل شيء ضروري تتحسن حالتهم وتمنع لك هذا الانتحار واللي ما يعاني من حالة نفسية اللي ما يعاني من حالة نفسية حسب الأسباب هي طبعا الانتحار كله يعني يتعالج ضمن اختصاص الطب النفسي بكل أسباب سواء اجتماعية نفسية بكل الرسالة توجهها للي هسه اللي دا يشوفنا ممكن عنده دافع يروح ينتحر شون الرسالة يتوجه لي اوجه انه الحياة يعني ما واكفة على هاي المشكلة اللي انت يعني انت بيها حاول تبحث عن حلول أخرى حاول لابد يعني الله سبحانه وتعالى مطيك يعني عدة امكانيات عدة حلول في داخلك في دائر مدايرك محيطك أهلك أسرتك مجتمعك توجه بطلب المساعدة لازم اكو ناس يقدموا لك المساعدة وتنحل المشكلة ان شاء الله ماكو شي ما لحل الموفقية للجميع والله يقلل هاي الشغلات من مستوعنا شكرا لك شكرا جزيلا اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله انا وسهلا شاء الله خليك شون الشغل وشاء الله زيان الحمد لله خير من الله الحمد لله وشكر الله يرزقك شاء الله الله يحفظك موضوعنا اليوم احنا برنامج رأي مواطن من وكالة الداعي نيوز موضوعنا اليوم عن الانتحار تعرف بلاونا الأخيرة شمعنا هواي حالات انتحار حثت بالعراق شنو رأيك بهذا الخصوص والله هاي فاشل هذا انتحار شنو انتحار شنو ده انتحر شنو مثلا يعني اول انقلة ايمان مثلا شو لاسباب الدفعك على الانتحار ليجده تنتحر عسا عدة شباب انتحروا عندنا هواي يعني شنو اجده تربح من انتحر انت شنو الاسباب اللي تدفع الشاب للانتحار هواي امور والله هواي الشاب دينغرب كل شي يعني خاصة دينغر يشوف ويريد كل شي يريد يعني هاي اسباب يعني ده الدفع الانتحار هواي هواي ناس سمعنا قالت انه البطالة سبب يعني هواي امور المشاكل العالية هوا سبب الانتحار اعتيادي اعتيادي بينما انت تقعد حل مشاكلك بينك وبين اسرتك وبين عائلتك على شون دتري تنتحر يعني ما هي فاشلها اليوم انت ماشي بالشارع او على جسر او اي مكان وشوفت واحد ديلي دي انتحر شنو شنو تنصحا والله شنو اصحا يعني قل تعال على اهلا شنو دن تريد انتحر انت ونتفاهمان ونحل الامور لا اكثر والاقل حبيبي لارد ما سهلا بسمي مروان عيني نعم بالعونة الاخيرة سمعنا هواي من حالات الانتحار حثة ببغداد وباقي المحافظات برأيك شنو اسبابها والله هي اغلب الاسباب اللي هي الشباب العاطل عن العمل يعني مرات ايسون من الحياة ويلجون للانتحار وهي القضايا يعني نشوفه بسبب وضع البلد الوضع المادي للمواطنين اغلب الشوفهم اللي ينتحرون انه عدهم حالة مادية او شغل ما عدهم او مشاكل عائلية يعني هاي العالية لدور بانه هي تدفع عن الشاب الانتحار اكو شباب يعني تعرف اعمارهم صغيرة مثلا خمس طعش سنة اقل من اثمنطعش سنة يعني يعني مشاكل عائلية تأثر عليهم وتأدي الى الانتحار وهذا الشي بسبب العائلة طبعا ما كو نصيحة ما كو برامج توعوية لهذا الشي يعني هواي اسباب ما عنا هناك حتى شابات يعني بنات انتحرت البنات شنو اسباب هم يعني تعيين او اكو اسباب اخرى والله هي اكيد اكو اسباب اخرى هم يعني وهي احتمال الضغط الاهل احتمال العادات والتقاليد احتمال يعني الانترنت خليني نقول يأثر الصداقات الصرع عن طريق الانترنت الالعاب الموجودة تأثر كلها على الشاب خاصة احنا نغرب الانتحار الوشاوي الاقل من 18 سنة تقريبا لما عند دواعي ما عند دواعي الانترنت استخدام الانترنت البرامج فهذا العائلة لازم تنبه تنبه ما اكو اي شي يدفع للانتحار اكيد اللي ما يلقى ستشغل ممكن مستقبلا يلقى لازم تكون فرص يعني مو رأسا يعني يعني الشاب يعني يفكر بالانتحار والحكومة هم لازم يعني توزع نصائح للمواقع يعني هو جهات الحكومية وجهات المعنية والحكومية الها دور بهذا الخصوص تثقيفيا وتوعويا اكيد تثقيفيا وتوعويا بالاضافة لانه فرص عمل للشباب فرص عمل حتى تقلل تقلل ممكن من هذه الظاهرة شكرا اليك انا سهلا حبيبي انا سهلا اسم حضرتين رافض بلا ونالخيرة حدثت اكثر من حالة انتحار بالعراق برايك شنو اسبابها هي اسباب عديدة واهم الاسباب هي البطالة عندك ثاني شي يعني العالم قاعد عالطالة بطالة شي يعني دي سير يعني شو نقول مشاكل هواية ثاني شي التليفونات تلفزيون عندك الالعاب دي سير هاي الععاب ما بالتليفون تطلع ما البوف شي مسلسلات بيا قوية اكثر شي سحاليا بطالة بطالة هواية شغل يعني ضعيف مصاريف هواية بيت يريد العيشة اللي ما عنده شلون شاب خطير يريد يزوج يعني ظروف صعبة عليها فهي هاي المشاكل الرئيسية واكو قضايا مثلا مشاكل بنات العوال بس اكثر شي هي هاي المشاكل الرئيسية يعني سوف الرئيسي نقول البطالة العيشة الصعبة زيان رسالة توجهها لللي ينوي ينتحر مثلا او يفكر بالانتحار شو توجه لها الرسالة؟ اوجه لها بانه شوية يعني يكون صبر عندها يعني شوية يعني نقول يعني شوية يعني سلب الشغل شوف له شغل وصاح شغل ماكو بس يسوي يعني خلي صاح شغل يعني مو المشكلة ماديان وهو يعني يشتغل يوم كله القصد مهما يكون انه ماكو دافع يدفعه او شي يدفعه لان ينتحر الانتحار ظاهرة سلبية صح لو مصح؟ صح طبعا شوه مو ظاهرة سلبية هل الجهات المعنية جهات الحكومية المفروضة لها دور بها الخصوص هذي؟ طبعا الا دور ودور كله يهم الحكومة الحكومة يمشي الحكومة الحكومة السوي شغل عمل يعني تسوي مثلا فشيء لهم يعني تسوي مشاريع يسير عمل من سير حركة بالسوق يسير ماكو يعني ماكو يعني يصير هاي الشغلات بس ومن يصير شنو يصير حال نفس جهة تعبانة مالتة شغل ماكو تعبان في انتحر لو الدولة لازم يهات شغل يهات دولة الدولة اذا سوي شغل وعمل وكل شي ماكو والعالم تروح تيجي شغلة ما دام يسير بالشغل ما يصير عندها هاي المشكلة شكرا لك الله يحفظك شادي الكرام لازمنا مستمرين بحلقتنا السادسة من برنامج رأي مواطن نذكر موضوع حلقتنا هو على الانتحار ونلتقي بالاخوة سلام عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم السلامة الله يحفظك كنا سمعنا انه بالآوانة الاخيرة حثت اكثر من حالة انتحار وبغداد وباقي المحافظات الاخرى شون رأيك بهذا الخصوص؟ والله رأيي هسانا احشي لك كواقع منطقة انا الساكن بيه صارت عندنا حالاته هواي فاكو يعني الشاب هسه يلتقي يروح القهاوي يقعد يتونى سيفتر اذا ابوه منعه منعه يعني قال له لا تروح لهاي يعني يسوب روحه شي لو يعدم روحه شنق روحه لو هاي كثرة عندنا بالمنطقة اكثريتين من هذول العاطلين على العمل شغل ماكو والله العظيم يعني الشباب لا شغل ولا عمل يعني شاب يروح يطلب من ابوه الف دينار يروح بيه للقهوة يدخلها نرقيلة يرجع شوية يريح باله ويرجع يعني هذي تقول من الاسباب اللي تخلي تدفع الشابه لنروح ينتحر من الاسباب الحكومة الحكومة هاي بس كومه ما بيهم خير كل شي ما بيهم خير لا بيهم خير لا هاي يعني احنا بشرفك منطقة احنا نعاني من سوق هدمات ماكو انا ساكن منطقة النهروان سوق هدمات ماكو لا مجاري والله العظيم شنق روحه قبل اسبوعين واحد شنق روحه خطيه كل شي ما عدي وغروفتين متزوج حار بالعيشة متزوج ميل لا شغل لا عمل اخر شي انتحر قال انا خلاص من الدنيا ومسوي مقطع نشراه وشنق روحه بالمقطع ويحكي وشنق روحه لان ميل يعني حسر عي الخبزة والله العظيم يعني العالم يتودي له للبيت لان رجلة خطيه مكسوسة لا يقدر يشتغل لا ميل ويالي يطي محد يطي يعني انا اقول لك اللي يطلع يسالم من العالم بالشارع نشكرك حبيبي مشاهدين الكرام نلتقي الآن بالعائلة الكريمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بالآمن الأخيرة حثت كثير من حالات الانتحار شنو اسبابها برأيكم بالله اسباب هيكتر شي الشباب بالنسبة للشباب عطالة بطالة اكثر شي تنتحر لان شش وما كلها شغلة لا عاملة اكثر شي انتحارة من الشي هذا تنتحر لان ماكوفت شي يعني سبب البطالة سبب طبعا السبب البطالة هي سبب انتحارها والسبب كلها عود للحكومة يعني مع الشباب مثلها تعينات هواي فالشغلات على المستشفيات وهواي هواي مفروض فرص عمل للشباب عمل للشباب همي كان قبل اكو حالات تحارب باكتكم لا هذا عمرنا كلها مشاعر شنو السبب الآن انتشرت هذه الحالة بين الشباب والبنات حتى كبار سنك يعني نفسيتهم تعبت لا شغل لا عمل خطيئة شباب نظهر كلهم تحطموا مو قبل لا ما عدنا هذا الشي احنا من ضمنهم ولدنا يعني اخوان يعني انت بذاك الوقت ما سمع تفدي يوم شاب انتحار ابد ما عدنا هسا سود علي ولد اخوية ولد خواتي كلهم قاعدين على طالة وبطالة وينتظرون الواقع حالي مخلصين ومكملين مخرجين بالضبط ما كوي عمل لهم نحنص الدراسة وما كوي عمل مالهم كل شو مالهم نتمنى هذا الشي يرجع مثل قبل يا ريت اليوم لو تشوفون ماشين بالشارع او على الجسر وشفت واحد يريد انتحر شت نصحون انا انتحر قبل نقول لي لا ما يصير والله موجود والله كريم بكت هاي نشكركم جميعا اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا ملتقي بالعائلة الكريمة سلام عليكم وعليكم السلام الانتحار بالآونة الاخيرة او اي حدثة حالات انتحار وبغداد وباقي المحافظات شنو اشبابها برأيكم طبعا اكيد بسبب البطالة بالعراق والفقر كل جزاد وتعينات ماكو هاي اول شغلة انه لازم الحكومة توفر هذا الشي حتى انه العدي شون العالم تعيش فشي سوي يعني من الخنقة ومن الحصرة اللي بقلبها طبعا هذا الشباب الدفعة الدفعة للانتحار ظاهرة سلبية لازم واحد يعني يوفر حتى اتقلها النسبة عندنا مع الانتحار فشلون نقدر ننصح الشباب يعني جز واحد يسمعنا والانية ينتحر شو نقول له شو نوصل لرسالة طبعا اشجعة انه لا ينتحر يدور لشغل يشتغل اي شي حتى يعيش عائلته انه مو لا ينتحر او الدنيا ما توقف على شيء مهما يكون متوصل الحالي للانتحار لا مهما يكون متوصل الحالي للانتحار لا لانه هذا الشي حرام لا نشجع كل واحد يشتغل فيسوي هذا الشي يعني ممكن اذا يدور على شغل ممكن ان شاء الله يشتغل كل شيء يأكل شغل هل لجهات الحكومية وجهات معنية بهذا الخصوص المفروض يكون هنا دور يعني لها دور كل شيء اذا يوفرون فرص عمل للشباب للطلاب رواتب هم واحد يساعدهم شكرا لكم علي فاضل شون اسباب الانتحار برأيك اسباب الانتحار هي مشاكل للعائلة ان واحد من يطلع يشوف غيره يعني يشوفه يعني درجة عالية يحس روحه يعني موشي هو العائلة مثلا شون الابلو هاي نصعها على فتشي هو ما يمشي به يعني هو ماشي على طريق قلط فهي هاي اسباب سلبية يعني هاي دمرت بعض الناس وقام ماحد يعني يتقدها من الثاني و يعني عائلة تصرف العائلة للابن هي سبب من الأسباب تصرف الخاطئ يعني قصدك الخاطئ صح يعني ماكو يعني اعتناء يعني يطيم مثل كلمة وبعد هاي ما يتابع ابنه وين يطلع وين هاي ويمشي بالطريق الغلاط يعني مثل يمشوا جماعة سلبية وما يعرف شنو معناهم وبالاخير تغلون عنا شكرا حبيبي سيدين كرام نلتقي بالشباب هنا أنا سلام عليكم السلام حبيبي الله يحفظك عليكم السلام الله يحفظك حبيبي إحنا وكالة الداعي نيوز أن يوم موضوعنا عن الانتحار تعرفون بلا ونالأخير هوايسي معنا يكون حالات انتحار حدثت بالعراق بغداد وباقي المحافظات شن رأيكم بهذا الخصوص هذا الخصوص هو يرجع التفكير الشاب بأن إذا كان إحنا شنقول على العقل مارات العقل صغير وشن السبب يأدي مارات من الأهل أو الجانب الآخر عدنا موضوع الحب موضوع الحب تجي هو البنية زوجت أكو ألف وحدة غيرها مو شغط ألا هاي بس وشي قل لك هنا من الأخير أنا سميهم سمعة حبون سمعة يجي انتحار على مدياش على مديطش هو مات على موش شن على مديطش روح ينتحر عند السمعة أي سمعة فقط يعني يعني ممكن ممكنكوش تفكير صحيح ويا كان شباب وكالتفكير الثاني مارات من الأهل يستوجب الأهل بأن غاثين شنو الأهل يعني يعني انت اليوم كشاب رح شتقلي تقول لي آني دواجه من أهلي فقضايا آني ما أحبها ممكن تدفعني للانتحار شنو هذي هو شنو أول سبب شراح يجيك يشتغل ومارات الطفل وسط للبيت وشي قلوا له قاعد لا تشتغل قاضيها بالبيت حالك حالة مبنية هايش هذي الشاب هنا بعده صغير عقلي عقله صغير ما مستوعب يقول له له هيت رح يضود شي يقول لك أنا باتش عنده عايش الأهل الأهل صار عندهم همال بصورة مطبيعية صحيحنا طورنا بالتكنولوجيا لكن رجعنا رجوع خلفي لأن افتهمنا التكنولوجيا من الذيل ما افتهمناها من الرأس أنه شغلة واحدة أنه الشاب اليوم ينقصى شاب العراقي هي قلة الثقافة والوعي أنه الشغلة الأساسية أنه الحاجز أنه شاب اليوم أنه تسئلة شنو سبب الانتحار ريامو يقول لك أنه العوز شغل ماكو أنه أحب أنه تنظر لها أنه شغلات كلها إليها حل وبسيط أنه شنو وتيحط عائق ما بينه وبين الفكر إلى الباله أنه يوم إذا نجيها مبدئيا شغل ماكو عندنا هواي القطاع الخاص ذا يشتغل وهواي مشاريع أنه يقدر الشاب يفتحها فتمن تجي وتيحط لي شغل ماكو لا هواي أكو شغل هذا العاقة الذي يحطه هو أصلا أنه يحط حاجز ما بينه وما بين فكرة أنه ما يخلى عقلي يشتغل أما شغلة ثانية ما عندي سبب اليوم يدعو للانتحار أنه أي شيء بالعراق يقدر تحله رغم ظروف شعب تعبانه بس هواي شغلات متوفرة أنه يرجع شغلتها قل للثقافة وواعي ما عندنا أنه شخص يوجه الشباب بصورة صحيحة شكرا لكم أهلا وسهلا بكم مشاهدين كرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم آملين أن نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة